تجه للجونة الأسبوع الأول تقريبا اليوم السادس صحيح اليوم الأسبوع الأول يعني من مهرجان الجونة السينمائي خلاص بينتهي الأسبوع الأول عدد كبير من الفعاليات سواء ما هو مرتبط أخرها يعني كان مرتبط بذكرى المخرج الكبير أستاذ الراحل يوسف شهين أو الورش العمل المختلفة أو الأفلام اللي بيتم عرضها كان فيه أفلام مهمة تم عرضها منها عيار ناري على سبيل المثال عدد كبير من الفعاليات خلونا نروح للجونة نغير معهم جو ونشوف فن من أعظم الفنون يعني بنستمتع بيها وهي فن السينم لليوم السادس على التوالي يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعلياته الهامة بحضور نجوم الفن وصنع السينما العربية والدولية إطلالة مميزة للمهرجان ساهم فيها الجانب الإعلامي الذي لعب دور الريادة لخروج المهرجان بهذا الشكل كان فيه نوع من التحدي أن أنت عايزين نعمل حاجة تكون مختلفة ونريح الصحفيين والإعلاميين بنقدم مادة مكسفة توقيتات إصدار بيانات صحفية من قبل المهرجان التحضير لنشرة المهرجان كل ده كان يعني بنتفع عليه نحن حتى نعد قوائم الضيوف ونشتغل عليها ده كمان كان من المجهودات فأنا بحمد ربنا أن أنا معي فريق عمل شاطر جدا هيلين جدا مخلصين بيحبوا الشغل اللي بيعملوه ومن ضمن فعاليات المهرجان أقيم حفل غنائي سينمائي لإحياء ذكرى الراحل يوسف شهين تحت عنوان شهين والموسيقى بقيادة المايسترو هشام جبر فكرنا في أنه يمكن أنسى بحال أن نعمل موسيقى الأفلام بتاعته وبعدين بعد كده التورد قال أن نعمل حفلة لموسيقى الأفلام بتاعته ونعمل معاها فيديو معادل بصري للموسيقى والحقيقة كان فيه توفيق كبير من أننا قدرنا نعمل حاجة بصريا وسمعيا كانت ليئة جدا على بعض والحمد لله يعني الناس مبسطت زي ما حدوك شفت وللعام الثاني على التوالي نشارك القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية في فعاليات مهرجان الجونة من خلال ورش عمل لعدد من المخرجين الأمريكيين وذلك لتبادل الخبرات الثقافية بين الجانبين قمنا بورشة ثلاثة أيام واخترنا تقريبا عشرة من المخرجين المصريين اللي يشاركوا في هذه الورشات وهم في الورشة كانوا يتكلموا حول تقنيات جديدة وتطورات في القطاع السينمائية في أمريكا المنترز اللي جايين من هوليوود بيعلمونا شوية إزاي نبلور الفكرة ونخليها مور كنسايس ونخلي الفكرة مور جريبينج يعني وقالنا ثلاثة أيام من الكلمة على أفلامنا فحاجة لزيزة مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد أهم المهرجانات التي تستقطب العربة والأجانب من مختلف الجنسيات لتبادل الخبرات الفنية والسينمائية على أرض مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر